كولر داخل النادي الاهلي بعض الناس وإحنا والستوديوهات وكل الناس قعدنا تكلمنا الفترة الأخيرة شغلين بالنا بحاجة واحدة بس وبنحط أرقام واحدة بس وهو وهو محمد شريف ولا حسام حسن ولا محمد شريف ولا حسام حسن ولا شدي حسين وقاعدين بنحسب لغة الأرقام الراجل حيلعب بمين حيلعب بمين حيلعب بمين لحد ما أنا إحنا دايما الحمد لله بفضل الله بنجري بنجري ونسعى وراء المعلومة يعني أقول خبر الراجل اللي قاله قاله المين دي شغلانتنا بقى ده موضوعنا يعني لو هو بيتكلم مع مدير أعماله لو بيتكلم مع المساعد بتاعه حنوصل لو بيتكلم مع العامل اللي في غرفة خلع الماء أي حد حنوصله يقدر يسأل حد سؤال ويجيب لنا إجابة تكون موصوقة ونكون عارفين الإجابة دي مية في المية خلاص هو ده بالنسبة لنا الحدث هو ده بالنسبة لنا الحدث كنت معتقد كنت معتقد إن الراجل ده مش لسه مستقرش على مهاجم النادي الأهلي لسه مستقرش على مهاجم النادي الأهلي وقتاح يعني الفرصة قتحت لي اننا اسأل كولر اسأل كولر شخصيا بغض النظر عن طريق مين اسأل كولر شخصيا انت هتلعب بمين او انت دلوقتي مقتنع بمين فكان الرد كالقاتي محمد شريف شادي وحسام حاسم فرديت او يعني في هذا الشأن قلنا بس احنا برضو يعني اختلفنا كده في الترقيم احنا كنا معتقلين ان شادي محمد شريف حسام حاسم فضحك الراجل وابتسم وهو بيرد على اجابة السؤال وقال لك يعني ايه ترقيم فسألت وقلت له ترقيم يعني انت النهاردة مين اللي حيشارك محمد شريف يعني رقم واحد محمد شريف حسام حسن شادي فرد قال هناك ترقيم في حراسة المرمى بيبتلي الشناوي ثم ممكن يبقى رقم اثنين علي لطفي ثم يبقى رقم اثنين رقم ثلاثة مصطفى الشبير او في مباراة يبقى مصطفى فعلي او علي هو رقم اثنين لو لقدر الله محمد الشناوي في حاجة ده المركز اللي فيه تثبيت يعني انت حضرتك هتلعب بمين قال انا عندي ثلاث لعيبة بلعب بيهم انتوا رقمون زي ما انت عايز يعني انت اقول شادي محمد شريف حسام حسام محمد شريف شادي شادي حسام محمد انت اعمل اللي انت عايزه انا بلعب بالثلاثة الثلاثة يعني ايه يعني انت ببتدورش على واحد ودور على واحد ليه اذا كان كل واحد ليه دور وعنده مقاومات مختلفة يعني ممكن تلعب باثنين في ماتش واحد او بتلاتة طب ممكن من التلاتة بفيه اتنين في الملعب ممكن دي بالنسبة لنا كانت جديدة يعني انت ما بتدورش ما بتدورش على راس حربة قال ادور ليه وانا عندي ثلاث لعيبة راس حربة جامدين بشتغل بيهم المباراة محتاجة مين او انا بلاني ايه هنزل واحد منهم واكد على كده وقال لي في مباراة حتشوف محمد شريف في مباراة حتشوف شادي في مباراة حتشوف حسام وقالت تشوف اتنين منهم مع بعض عادي انا هنوظف في ايه ده موضوعي ما عنديش حاجة اسمها ترقيم ما بدورش على راس حرب فسألتو او يعني سألناه على محمد شريف طب انت اداء محمد شريف قالك الاختلاف الوحيد حاليا في اداء محمد شريف هو الفينيشنج انت كلاعب بيبقى مطلوب منك ان انت تعمل كل حاجة والتوفيق هو الهدف التوفيق الفينيشنج الاخير هو الهدف وقال ان انتوا دايما كجمهور كاو اعلام بتشوف اللقطة سهلة يعني انت بتشوف مثلا ايه هاتلي مثلا الهدف بتاع شادي حسين الاخير ده وقابلها مثلا كرة لمحمد شريف مثلا كان مضايحها في الماتش مثلا بتاع افريقيا قلاشها كده برضو كانت تعملته من على الخط قالك انت بتشوف فجأة ان شادي واقف في حتة فاضية فتقول ايه بص الهدف سهل ازاي بص انت شفت كريم فؤاب بقى عمل ايه بص يقول لك ده هدف اسمه هدف ميت ميت صحي من جديد بص ادي اللقطة اهي تحطي له خلصت خلاص الرجل حد على كورته بتاع الاسماعيلي خلاص اخذها كريم طيب ده شادي واقف لو انا لو انا لو انا سيف يعني لو انا سيف زاهر واقف حطاه في الشبكة ايه بقى المشكلة قالك لا ما هي الشغلانة مش كده الشغلانة مش لو انا سيف واقف حطاه في الشبكة لا ارجع لي تاني بص شادي هو الهدف في التلات خطوات دول هو الهدف كله بص محدش يعمل التلات خطوات الورا دول بص اهو سابوا ومشي فدي فدايما انتو بتشوفوا اللقطة ده كل اللي بيقول انت بتشوفوا اللقطة دايما هي اللقطة الاخيرة وانا بجيب الجون محمد شريف بتقوله محمد شريف انه هارزا مثلا كان غير موفق في كذا هدف قالك اه بس في كل اللقطات كان فاضي يعني في كل اللقطات اللي شريف بتجي له الكورة كان فاضي في كل اللقطات في البوكس اللي بتشوفها في البوكس في منطقة العمليات فاضي الراجل فاضي الراجل ده مش فاضي من فراغ الراجل ده بيعمل فنته ويروح ويرجع ويروح ويرجع ويفضل يلف لحد ما يفضي نفسه الخطوة الاخيرة الفنيش الاخيرة لو غير موفق هتيجي هتيجي القصة المهم انك تصبر عليه لكن هو لعيب سريع عنده قرار بيعرف فاضي نفسه بيعرف يزيب من تحت عنده حاجات كتيرة جدا جدا اذا ملخص الشغلانة ان تصريح كولر الواضح ان كولر ما بيفضلش ما بين التلاتة كولر حيلعب التلاتة كولر حيلعب التلاتة وريني يا أحمد اللقطة دي بص ادي اللقطة هي بص لا مش دي مش دي مش دي اللي قصد عليها كانت واحدة تانية في ماتش اعتقد أفريقيا ايوه هي دي وكان واحدة بارته زيها محمد شريف دي كان فيه واحدة برضو كده محمد شريف ما كانش موفق فيه ايوه ممكن هي دي هو عمل كل حاجة بعد عن الراجل وراح معاه وعمل الفنتو ما تلعبت له الكورة كتوقف الفينيشينج الأخير لو موفق جول لو موفق جول لو موفق جول وقال لي حاجة وارد ان اللقطة اللي بتشوفها في شادي كان عملها شريف وارد اللقطة اللي بتشوفها شريف كان عملها حسام وارد وارد لو محمد شريف في الملعب وارد ان هو عمل واحدة زي دي بس ما كانش موفق وارد ان دي شريف كان يجيبها وارد ان دي شدي كان يضيح اذا اخدت رد من الراجل شافي ووافي ان الراجل ما بيدورش على حاجة كولر بمنتهى الصراحة ما بيدورش على حاجة كولر شايف بلغة الفنيات والارقام ان التلاتة او الاثنين حتى الان بيقدوا معاه بشكل جيد التالت حيلعب امتى حيجي لوقت ويلعب حعمل روتيشن لسه المشوار طويل انا ما بيدورش على حاجة وحتة عدم احراز الاهداف موضوع يقلقني ولكن مايرعبنيش يقلقني يعني اتكلم ان ده لازم يتحل لازم احله ولكن طول ما انت بتشتغل طول ما انت بتاخد اماكن طول ما انت بتشتغل بشكل قوي خلاص الامور هنا تمام فاذا الرسالة الواضحة من كولر ان كولر حيلعب بالتلاتة اموره خلاص مفاش يعني الموضوع بالنسبة له سهل وبسيط جدا كولر بيهتم بتفاصيل التفاصيل كولر بيهتم بتفاصيل التفاصيل زي ايه كولر دلوقتي شغال على شغال على الناس اللي ما بتشاركش بصفة اساسية اللي عمل لهم مباراة اليوم على العامل النفسي يعني ايه العامل النفسي يعني فيه مدر plutيقولك ايه انا معلش انا مش فضيلك انا دلوقتي معيا فرقة شغال عليها حط مدرب عام حط حد تحت يجهز الناس دي عندي روتيشن عندي قصة عندي إصابة عندي أي حاجة مش مهم بس حط حد تحت يجهز ويشتغل عن الناس دي لا كولر مش كده كولر أنا شغل مع الناس اللي معايا والناس اللي معايا صحية ومتقلقة وتمام بس أنا بجهز بجهز ناس تفضل معايا عشان لأقدر لأه عندي إصابة عايز أعمل روتيشن المشوار لسه طويل ده هو ده اللي حصل مع موسيماني موسيماني مدير فن كبير عمل أرقام أداء رائع مع النادي الأهلي مش المشوار بشكل كبير ولكن في آخر المشوار اللي عيبها وقعت منه هنا هي دي اللقطة اللي كولر بيعملها دلوقتي واللي النادي الأهلي واقف عليها اللي كولر بيعملها دلوقتي واللي النادي الأهلي واقف عليها بشكل جيد جدا ليه؟ لأن ندلق لي عايز يجهز يجهز بديل واثنين وثلاثة واربعة الأمور كده بقت واضحة الأمور كده بقت تمام طيب ما يشغل كولر في حراسة المرمى ما يشغلوش حاجة عنده محمد الشناوي لا كولر بيعمل مباريات معينة لموضوع حراسة المرمى ده بشكل كبير جدا لأنه هو بيعمل حساب إن لا أقدر الله في لحظة الشناوي مش موجود البديل يكون جاهز عمر البديل ما هيكون جاهز تمرينات البديل هيكون جاهز مطشاط فبيدي كل الناس في المباريات بدي علي وبيدي مصطفى وبيجاهزهم يلعب وقت ما يلعب وقت ما يجيلك الفرصة تمسك فيها وهو ده وهو ده اللي هو قاله لمحمد محمود وزياد طارق إيه خلاف كولر مع محمد محمود وزياد طارق إيه الخلاف الخلاف إن الاتنين اللعيبة هو أتكلم معاهم هو ليه مستبعدهم دلوقتي من التمرين حيدخلهم ولكن هو أما جيت كلم معاهم كان الراجل في الحتة دي كلامه واضح قال أنت طلبتوا أنتوا تطلعوا عارة أنا وفقت إذن كانت حساباتي في حتة تانية جيت قلت لي أنا النهاردة موجود خلاص إنت هتجهز وحتخش في التوقيت اللي أنا هكرره وفي الظروف اللي أنا شايفها إن هي تسمح في الظروف اللي أنا شايفها إن هي تسمح أعتقد إن الأمور ماشية بشكل جيد أعتقد إن كولر ماشي بشكل جيد وأعتقد برد أنه هو مدير فني عادل عادل هو مدير فني كويس حتى الآن مدير فني جيد ولكن مهم جدا أنه هو يكون مدير فني عادل النقطة دي حط تحتها ثلاث خطوط طيب